وحنعمل فان كيك او كراب بالموس عندنا لبن وضيق وسكر وبيت وفانيلا خلاص وعندنا موس اول حاجة هعمل الخلطة هحط الدقيق المقديرة عندكم مظبوطة كوباية دقيق عليها بيضة خلاص دول كوبايتين دقيق فعليهم بطين وعليهم كوباية لبن هنحط السكر والفانيلا ورشة الملح هعطيت رشة الملح الاول الفانيلا السكر السكر نحط معلقة واحدة بس للموس حيبقى مسكر عندنا كمان قشطة وعسل ابيض للتقديم فعشان ما يبقاش الكريب مسكر قوي كده خلطناهم كويس قوي طبعا احنا ممكن نخطهم بوسك عادي لما نجري خطهم بوسك عادي ما نحطش كل المأذير مع بعض هنحط البيض الاول والفانيلا والسكر والرشة الملح نضربهم كويس قوي 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 بعدين هابتدي احط الديق سأساقوا كده شوية بشوية على البيض بعدين اللبن خلاص انا بس حطيتهم هنا كله عشان انا عملا بالكهرباء طيب هابتدي اجيب الموز هكتفي بموزتين وهدي كل فكرة هجيب الموز كده خلاص كده ماشي وحقسم الموزة كده بالطول خلاص اهي كده شايفين بالطريقة دي شايفين الاسمة هقسمها كده برضو بصو بتمشوا مع الموزة ممكن اه بتمشوا مع الموزة عشان تتقسم بالضبط بتبقى كده اهي اوكي بسيطة وسهلة جدا احنا في مكون واحد بس لسه ما حطيتوش وهو المادة الدهنية زيت او زبدة انا بحب احطه جوه الكريب عشان ايه بيبقى احلى فانا هنا ايه هسيح شوية زبدة احطوها جوه احطوها جوه احطوها جوه كل واحدة هحط اتنين موزة المقسومه اتنين خلاص اهي اعمل كده ونعمل كده اجيب كبشا اجيب الكريب كده اجنت الكريب واغتي بها الموزة كده نغطيها كلها يعني نحاول تص الكريب بصوا المستين يبقوا ايه قليلين كده خلاص طيب نبص عليها كده همش تاخد وقت خالص ان قرأت يلتصى يعني سخنة جدا والكريب مظبوط بصوا بقى اهو نعود نعمل كده اهي لحد ما ايه ما الاطراف كلها تستوي زي اللي انتم شايفينه ده بصوا نقرب لا لو تقلقش طيب بصوا بقى دي خلصت خلاص بس دي اللي مش عاجبني فيها انها كبيرة شوية هي خلصت خلاص طيب هنعمل اهو نفسها بس هخلي القرص اصغر اه هو التاسة كبيرة بس هايه هصغر القرص وهنا كمان خليت يعني حسيتها كده كمان قلطة خليت الموز ايه مقسوم بس خلاص كفاية كده قوي اعملها كده عشان اصبت الدايرة بص هو عامل ازاي لما برد بقى بس شايفين هو من هنا عامل ازاي ومن هنا عامل كده خلاص اهو نحط عليه بقى قشطة وعسل عشان كده انا ايه محطتش سكر قوي اشتركوا في القناة